المالكة التي ضربت أحد رجال البلاط بالشبشب وبصقات على الآخر في حركة لم يتعود عليها أفراد العائلة المالكة هذا هو أعزائي عنوان هذا الفيديو القصير من قناتنا منارة الثقافة والذي أردنا من خلاله أن نستعرض جانبا طريفا في حياة مالكة ندعوك عزيز المشاهد طبعا إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله هذه المالكة التي نتحدث عنها هي المالكة العذراء إليزابات الأولى ربما سيتفاجأ الجميع من المعلومة وذلك لأن هذه المالكة ورفت بلطفها وبلباقتها التي ميزتها عن الكثيرين إلا أن المالكة إليزابات الأولى قد ورفت عن والدها هنر الثامن نوبات غضبه فكانت تتحول إلى شخص عصبي للغاية بسبب نوبات الغضب الملكي التي كانت لا تستطيع التغلب عليها ويروا بأن المالكة إليزابات كانت في نوبات غضبها تكثر من سب من حولها وكثيرا ما تلقي الشتائم على من يغضبها ويحكي بأنها ذات مرة قامت بإلقاء الشبشب على أحد رجال البلاط وبسقت على آخر وذلك بسبب غضبها من ملابسها الثقيلة التي دججوها بها حيث كانت العادات الملكية تجبرهم وتجبرها على ألباسها ملابس ثقيلة هذا الأمر أخرجها ذات مرة عن عقلها مما أدى بها إلى أن تضرب أحد مساعدها بالشبشب وتبسق على الآخر أعزائي هذه معلومة عابرة عن الملكة العذراء إليزابات الأولى نتمنى أن تكون قد أعجبتكم وإلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر